لكن دلوقتي خلينا نتكلم عن حاجة مختلفة جداً احنا شايفينها بقالنا فترة كبيرة احنا شايفين تحول كبير مصر بتشهده نحو الطاقة المستدامة منطقة شمسية لطاقة رياح لهايدروجين أخدر وحكات كتير مختلفة نقدر نقول ان فيه إطار بنشوفه لتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة وده اللي احنا شايفينه في الفترة الأخيرة مش بس كده كمان يا منا فيه تحول نحو استخدام السيارات الكهربائية وده اللي هيكون لنا أكاس كبير بكل تأكيد على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية خلونا نتعرف أكتر على الخطوات اللي قطعتها مصر في هذا المجال من الدكتور ماجد كرم الدين محمود المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة اللي منورنا صباح الخير عليك دكتور صباح الفل يا أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بك يا دكتور بداية كده مصر عندها خطط عشان تتحول لطاقة مستدامة في كل المجالات وإنها تبدل تستخدم الفترة اللي جاية الخطط دي وصلنا فيها لأنهي مرحلة وإيه هي الخطط دي وحكينا بقى القصة كلها أولا شكرا على الجرعة الإيجابية اللي خدتها منكم شكرا وأنا قاعد يعني صباح جميل بحضرتكم ويعني واستكمالا لهذا التفاؤل الحمد لله يعني إحنا بخير وبإذن الله مستقبل جميل ومشرق يا رب وكله متجدد وطاقة مستدامة زي الطاقة الإيجابية اللي انت دوته هنا شكرا الطاقة المتجددة بطبيعتها يعني هنقول مصر عندها تساعتين السؤال الأخير هل عندنا خطط للمستقبل؟ طبعا عندنا خطط للمستقبل مصر الحقيقة يعني أنا من المركز الإقليمي للطاقة المتجددة كفاءة طاقة وده منظمة عربية ذراع فاني لجامعة الدول العربية فلادينا نظر على المنطقة العربية بأكملها الحمد لله الحمد لله مصر الأولى من حيث تنافسية أسواق الطاقة المتجددة عربيا ومن حيث القدرات المركبة تحديدا يعني إيه كلام ده شكله بتاع طاقة أو يعني المحطات اللي مصر بتنشئها وتجزب استثمارات إحنا حاليا الأكبر من حيث الاستثمارات في المنطقة بالرغم أن فيه خطط طبعا طموحة في دول مجاورة ذات طراء مالي كبير عندها برامج يعني بتنافسنا بس إحنا من الدول القوية والدليل على كده أن النهاردة وإحنا بنتكلم عشرين في المية من الطاقة الكهربية بتاعتنا هي طاقة متجددة ده كان حلم لو تفتكروا من كم سنة صحيح كنا بنطلع ونتكلم مع يعني السادة المشاهدين ومع الزملاء مش بس على مستوى النقبة ما بنقول يا سلام لما نوصل لعشرين في المية سنة 2020 فاكرين اللي كنا بنقول كده فيعني الحمد لله إحنا عدت علينا صورتين عد علينا كورونا أزمة روسية أوكرانية والأنا الهدف متأخر سنة واحدة بس يعني ما يتمرش تأخير في ظل الظروف دي بالعكس دي مرونة عظيمة لنا ككل مصري أنه يفخر بيه وأداء متميز من زملائنا في قطاع الكهرباء كهرباء وطاقة المتجددة وأيضا قطاع البترول المصرية على الجانب الآخر لأنه كان مساند في فترات صعبة نقول الطاقة المتجددة طموحنا نوصل يقولنا عشرين في المية مصر تهدف للوصول إلى اتنين واربعين في المية من كهرباء هتكون طاقة متجددة مش بعيد قوي بعد اتناشر سنة من دلوقتي الفين خمسة وتلاتين يعني كل سنة مصر هتبني قد السد العالي مشروع الطاقة متجددة كل سنة شوفوا حلم السد العالي وده بيتبني بقاله فترة حلا بقلنا خمس ست سنين ماشيين بهذه الوطيرة النهاردة عندنا ستة الاف ومئة ميجاوات ما احتفلناش مع بعض السنة اللي فاتت وكان لازم نحتفل ان الاول مرة ان قدرات الطاقة المتجددة اللي هي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقت اكتر من قدرات الطاقة المائية في مصر احنا تاريخيا بنستغل الطاقة المائية من زمان من اول خزان اصوان من عهد المالكي وبعدين ايام رئيس جمال عبد الناصر ورئيس السد العالي وافتتاحه في اول السبعينات وهكذا يعني الطاقة المائية مش جديدة عندنا انا قدرش اقول طاقة جديدة ومتجددة هي متجددة بس مش جديدة انما طاقة الرياح وطاقة الشمس كانت بتنمو على استحياء لغاية ما دخلنا الجمهورية الجديدة واعتقد اول بوادر الجمهورية الجديدة كانت من خلال الطاقات المتجددة وانا كمتخصص بحس بدا وبتكلم من منظور اقليمي مش بتكلم من منظور ان انا مصري بس ايه بقى لاول مرة على امتداد العالم العربي وكتير من الدول العالم المتقد مصر نصت في دستورها الجديد في الجمهورية الجديدة على ان الطاقة المتجددة جزء من مزيج الطاقة في الدستور يعني اعلى حاجة بتوجه الدولة كلها ما حدش يقدر يغير خلاص ده الدستور المصري اللي خاد مناقشات تأثيره في مصرش وراحت عملت شوية حاجات ممتازة جدا لان لو ما عندناش بيئة تجذب استثمار مش هبقى فيه تطاول الطاقة المتجددة صحيح فعملت حاجة لطيفة أصدرت قوانين للطاقات المتجددة وطورت قوانين قطاع الكهرباء فبقى يسمح بدخول القطاع الخاص بقوة وبالتالي في سنوات بسيطة وكلنا احتفلنا كتير وخدنا جايزة كبيرة من العالم من البنك الدوري أفضل مشروع طاقة شمسية في العالم كان في بنباد موجود في بنباد وبنفخر به مشروعات رياح في منطقة خليج السويس على جبل الزيت وزعفرانة وغيرها حاجة تدعو للفخر لدرجة إنها شايفينها مشروعات جاذبة للاستثمار ففي الطرح الاقتصادي الأخير المشروعات التي طرحت للقطاع الخاص هنلاقي منهم مشروعين رياح في الزعفرانة وجبل الزيت على أي أساس يا فندم اخترنا هذه الأماكن عشان نعمل في هذه المشروعات دايما بنفرح بموقع مصر الجغرافي ونقول نحن دولة يعني عارفين كلنا متوسطين بندرة قرات وعلى لا شك إن إحنا دولة تتمتع بالحزام الشمسي يعني أحد دول اللي يسموها الحزام الشمسي اللي تتمتع بمعدلات إشعاء شمسي جيدة جدا وبالتالي في أي إن كان الموقع الطاقة الشمسية هتكون يعني واضح نقدر نستغلها فبداحة بنستغل الطاقة الشمسية إذا استغلناها في الجنوب فإذا أفضل لأن إشعاء الشمسي معدلاته أعلى وبالتالي نفهم ليه أسوان وكومومو بيصدفوا مشروعات الطاقة الشمسية إنما تقول لي هنعملها في الشمال أنا عايز أقول لحضرتك إنتاجية مشروع الطاقة الشمسية في مصر ثلاث أضعاف إنتاجيته في أوروبا في ألمانيا عشان الشمس بتاعه بس إحنا الشمس حلوية شمسنا بالضبط كده فدي نملا واحد يعني كونا زيوان بنقول إيه أوقت شمعة بدلا من أن طلع عن الظلم ده مثل مشهور قوي طبع إحنا بنقول استغل طاقة الشمس بدلا من أن طلع عن الظلم يعني الحقيقة البلطة البسطة وعندنا طاقة شمسية الحمد لله طاقة الرياح موجودة في مواقع بعينها بشكل قوي ولو يحتاجنا نستغل المواقع الأخرى هنحتاج نطلع لارتفاعات أكبر فهتلاقي على منطقة خليج السويس المنطقة من رأس غارب وانتطالع لغاية الزعفرانة منطقة سرعات الرياح فيها من أفضل مواقع سرعات الرياح في العالم وبالتالي هذه المواقع اللي بدأنا فيها مشروعات تقت الرياح وكلنا وإحنا رايحين مثلا لغردقة هنلاقي ما شاء الله ما زال على رايحش مشارف جدا إننا التكنولوجي عايزة أقطع حضرتك ده يعمل لنا برضو أو ده كان عامل تحدي كبير قوي عند الدولة المصرية إن إحنا بيعدي علينا أكتر من نصف مليون طائر من الطيور المهاجرة وإحنا بنحاول نستغل كل الإمكانيات اللي موجودة عندنا من سرعات الرياح فإزاي قدرنا نوازن ما بين إن إحنا نعمل توربينات كبيرة جدا وطلعنا هذا الكم الكبير من الطاقة المستغلة وزي بحرطك قلت اخترت موقع شديد التميز برغم إن هذا الموقع بيمر بالعدد الكبير جدا من الطيور المهاجرة اللي فيها أنواع شديدة النطر طب هي الطيور المهاجرة بتيجي عندنا لي الأول نفس الشمس نعم عشان تستريح زي ما كل الدول عندها مشاكل تيجي تلاقي في مصر الأمان الطيور بتلاقي في مصر نص مليون طائر مرتين في السنة في الربيع والخريفة يجوا يستريحوا مشهد مهيب تشوفوه حضراتكم أتمنى يعني يدينا فرق بتقوم الرصد برصد هجر الطيور دلوقتي فالطيور ومنها طيور معرضة للانقراض فالموضوع في نطاق التنوع الحيوي موضوع مهم جدا وهذه المواقع اللي بتتمتع بسرعات رياحة عالية بالفعل اللي بتتوقع هي نفسها اللي الطيور بتيجي تستريح فيها مرتين في السنة كأنه حج تشوفوا منظر منظر عجيب الحقيقة إن بالتعاون ما بين المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وهيئة الطاقة المتجددة وجهاز شؤون البيئة ونزارة البيئة والشركة المصرية النقل الكهرباء ونزارة الكهرباء والطاقة والمستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية منظومة عمل جماعي كل هؤلاء اتفقوا على أننا لن نؤذي طائرا ما فيش طائر بيعدي هيتأذي إزاي بقى اتعمل برنامج باختراح الحقيقة من المركز الإقليمي عندنا برنامج اسمه الإدارة الفعالة لتوربينات الرياح يعني إيه الكلام ده بمنطقة البساطة الطيور وهي جاية هتبقى في مواقع الأسراب بتاعتها تبقى في مواقع معينة فبدل ما كل الموقع يتقفل هنرأب الطيور ماشية في أنهي مسارات ونقفل التوربينات اللي في هذه المسارات طيب هنتابع الطيور ازاي أولا فرق مجموعات من راصدي الطيور بشر متخصصين مدربين على أعلى مستوى وتعمل لهم مركز تدريب في تابع لهيئة الطاقة المتجددة وبتنصيقهم على جهاز يون البيئة والمركز بيدربهم وجهاز يون البيئة بيدربهم ومعتمدين ومسجلين وكمان بنصدر هؤلاء الراصدين دلوقتي الدول العربية أخرى اللي بتعمل مشروعات على ساحة البحر الأحمر فواحد كوادر بشرية مؤهلة اتنين رادارات وبالتنصيق مع الجيش المصري العظيم رادارات على أعلى مستوى تستطيع التحديد حتى نوع الطائر فتلاقي أن في رادارات وفي منظومة بشرية وفي كنترول سيستم متقدم واتصالات بحيث أن أيا كان الطائر بيعجي لو هيقرب من التربينة على التربينة هتوقف طيب الطبيعي أني كانوا يقولوا إيه زمان زمان ده مش بعيد أول عشر سنين أو لحاجة يقولنا لا اقفل الموقع خالص وفصلين دول مش عايزين الطيور تتأذي فبالتالي أنا خسران نصف السنة صح حاليا الإيقافات لا تتجاوز من واحد لتنين في المية من وقت السنة ما تبقاش مؤسرة في الإنتاج وبالتالي المستثمر سعيد جدا أنا بدل ما كنت هاخسر نصف السنة ما فيهاش طاقة لا ده أنا بنتك طاقة الفترات طويل وبالتالي أيضا الدولة سعيدة لأن فيه إنتاج مظيف من الطاقة المتجددة يوضح أن أنا باستعمل باعتمد على الطاقة نظيفة ونمرأتنين بخفض إمبعاثات كربون وغيره مؤزية ربيعي عظيم حذب كنتكلم عن المستثمر عايزين نتكلم عن إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر وصلنا لفين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ونحن عارفين أن مصر حريصة كل الحرص على مواجهة أثار التغارات المناخية مش في مصر بس بل في العالم كله لأن إحنا لما هننتج الهيدروجين الأخضر إن شاء الله نحقق اكتفائي ذاتي ونبتدي فيه تصدير الهيدروجين الأخضر إلى الخير طيب الناس كثيرا بتتكلم عن الهيدروجين الأخضر إنه بننتجه من الطاقات المتجددة في جهاز بيحلل المية لهيدروجين وأكسوجين فعشان بتنتج من الطاقات المتجددة اسمناه الهيدروجين الأزرق لو أنتجناه من الغاز الطبيعي وسحبنا ساني أكسيد الكربون المنتج خزناه يعني عملنا قنص بيسموه كده قنص واحتجاز ساني أكسيد الكربون ده اسمه هيدروجين أزرق هو مش لونه أزرق هو هيدروجين برضو ملوش لون فبس عشان الاتسادة المشاهدين لما يشوف وزير مصطلحات ما يفتكروش اللي حتبقى درجة جدا في الفترة الجاية لأنها بقت موجودة في مناهج التعليم يمكن ربعا وفصة دقيقة فهو ملوش هيدروجين غاز ملوش لون دي مبدئيا جمال الهيدروجين يعني الكهرباء الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية بنقول بل أنت الكهرباء بس في مواقع معايير الهيدروجين بقى تخطى الفكرة أنك تاخد الكهرباء دي وتحاول تخلي قطاعات أخرى تعتمد على طاقة صديقة للبيئة يعني صناعة الحديد والصول تحتاج هيدروجين صناعة الأدوية تحتاج هيدروجين صناعة الأمونيا تحتاج هيدروجين صناعات كثيرة جدا تحتاج هيدروجين حاليا في العالم أكتر من 98% عفوا لا 96% من الهيدروجين منتج من الغاز الطبيعي في العالم إذا أمكننا تحويل هذا الهيدروجين لمنتج من الطاقات المتجددة يبقى احنا عملنا ميزة كبيرة جدا وبالتالي هذا التحول العالم كله بيتجه لي حاليا فيه خطط في العالم كله طموحة جدا وأهمها في أوروبا وفي الدول الأسيوية اليابان وكوريا والصين والهند طبعا أمريكا والتشيلي خطط في العالم كله مصر ما كانتش بعيدة بالعكس مصر بيأخدوا ميزة بيسموها الفيرست موفر أدفانتج اللي بيتحرك بدري بيكسب بدري فإحنا بالفعل ونفتكر في مؤتمر المناخ مصر وقعت عدد من الاتفاقيات كبير 29 اتفاقات إنما مصر وقعت 23 اتفاقية للعمل على موضوع الهيدروجين الأخضر ومعنى هذا إن مصر بتقول إن أنا في سياق تحول الطاقة أنا مش بس الطاقة المتجددة هنتجها لأ أنا عندي استعداد أصدر هيدروجين أخضر أو منتجاته يعني إيه منتجاته؟ يعني أمونيا خضراء تشتغل في كل الطبيقات والزراعة والأسمادة وغيره وجمالها دي إن المنتج ده حالياً ليكود سائل أو غاز ممكن أصدره حولت من فكرة بقى تصدير الكهرباء بالكبلات البحرية للسفن كمان عايز أقول لحضركم حصلة حاجة غريبة في الدنيا دلوقتي وأمريكا بتتزعمها وإحنا مستغربين شوية بتعتقل متجددة قاعدين متربصين بهذا الأمر إحنا يعني لأن إحنا شايفين إنه شوية يعني إيه ما هواش الإطار الدقيق بتاعنا عاملين إيه؟ خدوا الهيدروجين مع الكربون وبقهم ينتجوا يعني عمليات معينة ينتجوا وقود وسموه الوقود الكهرابي يعني إيه؟ بنزين العربية الجازولين والديزل اللي هو السولار بقى دلوقتي فيه حاجة في أمريكا اسمها إيه جازولين بنزين كهرابي إيه ديزل إيه بقى جايب منين؟ من الهيدروجين اللي منتج بالطاقة المتجددة مع كربون سي أو توم منتج اللي موجود في الجو يجمعهم وينتج وقود وبالتالي العربيات بقى تشتغل بهذا الوقود اللي هو أنظف نسبيا من الوقود اللي طالع من تكرير البترول وهو ده اللي يمكن بيتكلم عليه بس ده مختلف عن اللي إحنا بنتكلم فيه إحنا كنا بنتكلم عن إيه بقى؟ إحنا كنا بنقول لا، مدل ما تعمل وقود تاني وتحرقه برضو منتج العربية كده بقى ليها عادة؟ لا، تحول للكهرباء حولها شغالها بسيارات كهربائية ده اللي كان رئيس الوزراء بيتكلم عليه منذ قليل التحول للسيارات الكهربائية والتحول للسيارات الكهربائية أسهل وأكثر منطقية ولكن في ميزة في الهيدروجين مش موجودة في السيارات الكهربائية الهيدروجين مستو أنه ممكن تخزينه ونقله وبالتالي الأماكن اللي ما فيها الشبكة ممكن تتمتع بخدمات النقل والكهرباء يعني أدخل الهيدروجين في حاجة اسمها خلايا لأقود تولد كهرباء وأخذ الكهرباء دي أعمل بها محرد كهرابي برضه فالهيدروجين خلينا نرجع لسيارات الكهربائية السيارات الكهربائية من أهم الحاجات اللي العالم بيتجه لها بقوة وليها مستهدفات في كل العالم وحاليا في العالم في نهاية 22 22-22 في أكتر من 10 مليون سيارة بيعملوا بالنظام السيارات الكهربائية سواء سيارات كهربائية 100% يعني بطاريات فقط يعني التتشحن أو هاجين فيها بطاريات وفيها محرك تقليد والاتجاه رايح لفين للي فيها بطاريات فقط والحقيقة أهم ما يتحتاجه هذه الصناعة وجود البطاريات لأنها لأساس بتاع الحركة زائد المحرك طبعا فلما نعرف أن مصر بقى فيها مصنع بطاريات نعرف أن احنا جادين في هذا التحرك احنا منعرف نعمل كده من زمان أول محطة طاقة شمسية كانت عندنا في المعادي 1912 فحنا على طول يعني إنو بيتبو دايما داخلين في الحالات الجديدة والمختلفة ده حقيقي يعني إحنا طب هي بتاعة المعادي كان نأنشأناها لأي وقتها مش حنلحق نتجاوب لأنا خلاص لا سهولي كان فيه ساعة الفحم كان الفحم فيه أزمة بس بعدين ظاهروا البطاريون احنا واخدين الحمد لله ماشيين في كافة الاتجاهات ودعم الخطط التي تدعم التوجه لي الطاقة البديلة شكرا جزيلا طبعا دكتور ماجد كرم دين محمود المدير الفني للمركز الاقليمي للطاقة المتجددة شكرا لك فعلا شكرا لك حضرتك نواتين يا دكتور